طب أمنوا نخش بجدول العمال عايزة طب منكم على الأهلي لأنه في ملف طب شامل للعيبة الأهلي استعدادا لمباراة السوبر كلكم عارفين أنه الاتحاد الأفريقي خلال ثبت يوم 22 سبتمبر ديسمبر الجاري موعدا لمباراة الأهلي قول رجاء المغربي المباراة حتكون في العاصمة القطرية الدوحى غالب الأمور حتى الآن لعيبة الأهلي الدوليين إن شاء الله يفضلوا موجودين في قطر انتظارا لسفر بعثة الأهلي من المحتمل يبقى يوم 15 15 16 17 أحد هذه الأيام حيكون صفر بعثة الأهلي إلى الدوحى ومجلس الإدارة بالأمس قرر اختيار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رئيسا لبعثة السوبر رجل مهام الصعبة مهام السوبر أما يكون مهمة حاسمة ويعني ما فيش أفضل أن يطلع رئيس النادي بنفسه رئيسا للبعثة الظروف يعني تقتادي هذا الأمر الأهلي كمان في إطار التجهيز في الفترة الحالية هلعب مبراوديا إن شاء الله مع طلاع الجيش يوم السابت والمران حتى الآن بيشارك فيه عدد كمان من اللعيبة الصاعدة اللي مستر بيتسو موسيماني المدير الفني قرر تصعيدهم للفريق الأول عشان يسد الفراغ الكبير الحياة اللي حاصل حاليا بسبب اللعيبة الدوليين اللي الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي بيتابع حالة المصابين منهم في المعسكر المنتخب في الدوحة وتواصل الدكتور أبو عبلة مع الدكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب للإطمئنان على حالة أيمن أشرف اللي حينضم البعثة الفريق في قطر فور وصولها لكنه قد لا يتمكن من المشاركة لحاجته لثلاث أسابيع أو أكثر للراحة والعلاج من الإصابة في الرجبة لكن الدكتور أبو عبلة تطمن بشموندس على حالة أفشة وأنه في تحسن مستمر وشارك النهاردة مع المنتخب في جانب من المراني الجماعي من المحتمل أنه مستر كارلوس كيروش يدفع به في مباراة السبت اللي حتجمع المنتخب الوطني مع الأردن في دور التمانية لكأس العرب هو القناص اللي بيستهدف لعبة الأهلي في المنتخب بينشن صح يعني عمال بينشن وكل محد يتقلق تك الأهلي تك فوربنا يسطر على الفترة الجاية ما نتعرضش لمزيد من الإصابات لأن الليلة مش نقصة خنقة وحنتكلم دلوقتي قبل ما تخش على الموضوع فيه معنى الاستقرار وكيف يستخدم في غير محله إذن دي كانت إطلالة سريعة على ما في هذا المحتوى الإخباري